مع تطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي وكل الكلام ده ايه النقاط اللي بتركزوا عليها في هدافكم للشباب؟ طعم بتستخدموا السوشيال ميديا؟ اكيد بالنسبة كبيرة اكيد عايز اعرف ازاي؟ هو التنسيقية لها منصات كتير على السوشيال ميديا هي الفكرة كلها ان احنا بنقول للشباب ان انت رأيك مهم وان احنا مكان مهتم قوي برأيك وان هو يسمعه ومش بس كده لا انت هتشوف ان رأيك ده توصل كمان لمؤسسات او اتحط بشكل فعلي جوه ملفات مثلا او قضايا معينة داخل الدولة وتحققت يعني لما كنا من الصديف ناس من شباب الجامعات كان بيقولك انا ما كنتش متخيل ان ممكن ده يحصل او ان انا هبقى قاعد مع المجلس او حد من السلطة التنفيذية في الدولة احنا بنوفر ده ان انت تبقى قاعد وتبقى كلمتك مسموعة ويبقى ليك دور في ملفات زوء اهمية في البلد لو هنرجع تاني للجلسات الجلسات بتاعت الانتخابات او الورش اللي احنا بنعملها جلسات النقاشية احنا عملنا اكتر من جلسة كان فيه جلسة مثلا كده نتكلم عن الاجراءات الانتخابية واهمية وجود الاشراف القضائي على الانتخابات حتى كمان كنا منتكلم فيه الجدل اللي بيصغر اللي فكرة مثلا الناس اللي كانت تطلع تقولك هو ليه جدول الزمنية لما طلع من الهائق الوطنية للانتخابات لازم يخلص يوم 17 واحد ليه ما ناخدش فرصة اكبر دي كان من ضمن الضمانات تاعت الانتخابات ان طبقا للدستور 2014 والمدة 210 بالذات ان الاشراف القضائي ينتهي بعد مرور 10 سنين بالضبط فبعد مرور 10 سنين يعني الاشراف القضائي هينتهي يوم 17 واحد بالضبط فان انا اقولك جدول زمن هينتهي يوم 17 واحد ان انا بقفل عليك اي تفكير او احساس ان ممكن يحصل اي حاجة انت ما تكونش راضي عنها في الانتخابات بعد موجود الاشراف القضائي فده كان من ضمن ما نعيد اكلم اكتر عن اللقطة دي ايه اهمية وجود اشراف قضائي على الانتخابات طيب احنا في الانتخابات احنا منهتم او دي كانت مشكلتنا كلنا مش مشكلتنا زي ما تقولك اترابتنا كلنا ان احنا منهتم قوي ان الانتخابات تطلع بشكل يليق بمصر بالداخل قبل الخارج على فكرة فكان من اشراف القضائي هي من ضمن الضمانات اللي بتضمن ان الانتخابات تطلع بشكل يليق ويبقى راضي عنه جميع المصريين بس هي دي كانت فكرة فيه جلسات تانية اخرى مثلا كنا نتكلمنا على جلسات مثلا كنا نتكلم على اهمية المصريين بالخارج وان احنا ازاي ممكن نفكر بعد كده ان احنا نسهل عليهم فكرة العمل التصويت او عمل نموذج التأييد يعني فيه ولايات كتير قوي ممكن تكون الاماكن بتاعة المصريين فيها بعيدة قوي عن مكان القنصلية او مكان الصفارة ده كان بيبقى صعب عليهم قوي ان انا اقدر اخد المسافة دي كلها عشان اروح للقنصلية او الصفارة عشان اعمل نموذج تأييد لمرشح او قدل بسوتي فبدأنا نفكر ان احنا ليه ما نعملش ده مثلا من خلال بريد للمصريين بالخارج لانهم مصوتهم الاكيد لا يقل اهمية عنه مصوتنا بالعكس يعني بليهم دور كبير جدا 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 دي كان من دين الافقار اللي كنا منتكلم فيها عن مصريين بالخارج ان احنا مثلا عايزين يكون فيه طول وقت قبضيت على قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج مش بس عشان خاطر نعرفوا معداتهم قد ايه ويبقوا مبوضين في العملية الانتخابات يعني انتوا في دوركوا يعني في انتخابات الاسية المهمة جدا برضو بتستهدفوا المصريين العاشين بالخارج زي هنا بالزبط ده اكيد جدا يعني زي ما كنتم بقول لحضرتك يا فكرة ان احنا حتى كنا بنقولنا عايزين ان نبقى فيه دايما قبضيت لقاعدة البيانات مش بس عشان عملية التصويت او عملية الانتخاب احنا محتاجين نعرف مين عددنا قد ايه طب كل واحد من المصريين اللي برا مصر بيروح من ولاية ولاية راح فين مكانوا فين طب بيشتغل ايه احنا محتاجين نتابع ولادنا برا ودي كان من ضمن مقترحات احدى الورش اتكلمنا عن الدعاية الانتخابية ودي كان موضوع مهم قوي يعني وركزنا قوي ان لازم يكون الاعلام الوطني او التابع لمؤسسات الدولي لازم يكون على حياد ولازم يكون على مسافة واحدة من كل المرشحين على عكس الاعلام الخاص اللي ممكن يتحيز دي حاجة يعني ترجع لهم بس الاعلام الوطني هو اللي لازم يكون على مسافة واحدة من كل المرشحين مع أن برضو في بادرة حصلت من كتير من الإعلام الخاص زي الشركة المتحدة أنها أعلنت مثلا أنها على مسافة واحدة من كل المرشحين ودي كانت حاجة بتدول أن في حاجة بروفيشنال بتحصل كذا جاها أعلنت أو شركة أعلنت أنها على مسافة واحدة من كل المرشحين ودي حاجة مهمة جدا